ترانسمشل لاين الباور في ترانسمشل لاين هاي في المعادلة هات دعطة هاي المعادلة العامة اللي هي نص هذا الانسيدنت نص ريال بارت في اي انسيدنت ستار رفليكتد نفس المعادلة بس تحط في رفليكتد في اي رفليكتد ستار هاي هم اثنتين اجمعهم باطئك المعادلة هات اللي طبعا يعني هاي هذا الانسيدنت باور هاي محادل تمثل الانسيدنت باور وهات تمثل اللي هي رفليكتد باور فالتوتال باور ما نص رفليكتد نفس معادلة الويب اكزاكلي بس هناك ابدل بي بصير اي وبدل الاشو بصير اتش هذول مجموحهم طبعا حاسبهم بطريقتين اصلا طريقة انه احسب الانسيدنت والرفليكتد واجمعهم وطريقة انه احسب فلازم يكونوا متساوين اذا فيه لصي اذا لصي اذا لص لص ما هو بكونوا متساويين يعني انترفيس او مش انترفيس لانه ما فيه لص الباور نفسها بتكون رجارد لس او بوشن اتو ويشو كالكوليت دي باور فهوان حسبتها باستخدام ترانسميتد ويف اللي هو في ترانسميتد في اي ترانسميتد ستار وهي بطلع معي نفس الجواب شايفين هذه الوان في بقية البرامترز او الفاكتور هذا اللي هو الانسيدنت والقامة تربيعي في البقية يساوي رفليكتد فهو انسيدنت منص رفليكتد باور حنا بناخد حتى وان مانس قامة تربيع كريش اللي هي وان مانس قامة تربيع اذا اعتبرت الانسيدنت باور واحد فبكون رفليكتد باور قامة تربيع وترانسميتد وان مانس قامة تربيع والتوتال باور في ميديوم وان برضو وان مانس قامة تربيع هذا امتى لما يكون if you assume that the incident power is one نورمالازت وان اذا انها يكاتب لك وانا بي ترانسميتد يساوي بي انسيدنت بلس بي رفليكتد وهاي حاسبها مرة واحدة اللي هو التوتال اه في ميديوم وان والتوتال كارن في ميديوم وان حاسب بطريقة يعني اخرى كمان جديدة وطلع معاي نفس الجواب باستخدام البي توتال في ميديوم وان والبي توتال في ميديوم تو بطلع نفس الجواب برضو لاحظة اللي باللون الاخضر نفس الجواب اجزاكي اذا مثبتها بطريقتين يعني اذا معكو تسعى وشو عندي سمية اوكي الان اه بكون بكون عليها شو معك يعني يعني بكون في العادة يعني زي فرن بكون بكون من كل الجهات ومسكر فالواب تصطدم في الوال بترجع بصطدم في الوال بترجع فبصر انتك standing wave purely standing wave exists when all the incident energy is reflected اللي ومده تكون الجاما magnitude 1 وstanding wave راشو كان بده تكون infinity لانه 1 بلس 1 على 1 منس 1 تعطيك 2 تقسيم 0 infinity this happens if any of the following conditions exist ان يكون اللود ايش صفر وانا ترانس مشضنان بنحكي ذيك الweb guard cavity بنيجي لها الcavity عفوا الفرن المايكرويف هو cavity بس نفس الفكرة يعني فهو انا اذا ترانس مشضنان بده يكون اللود صفر او infinity في الحالتين بكون عندك total reflection وبكون SWR infinity او يكون اللود purely reactive load ما فيش في لص يعني فبالتالي الانيرجي بترجع هاي ما عطيك هون transmission line short circuit يعني زيد لود صفر هايو شافين هاي short circuit واطر وهذا الزيد توسع وصفر الرفرنس وانت بتمشي للشمال في الحال هذا وزيد نوت characteristic impedance of the transmission line فبدي يكون الV عند الصفر هنا at this point عند الزير بد يكون مجموع reflected voltage وانت ومجموعهم كم صفر لانه short circuit total V هنا يساوي zero اذا الV at zero يساوي zero all the time always يساوي صفر لانه short circuit فهنا صفر بعطيني الان V incident والV reflected عكس بعض لانه عند short circuit لازم total صفر فبدي يكون واحد عكس الثاني هون V plus ويساوي minus V minus مزبوط من هون يعني يجيب V plus خليه هون يجيب V minus على العليم يعني شو بتصير بصير V plus هاي المعادلة بصير V plus ويساوي minus V minus لو اخذنا V minus عامل مشترك من هذ المعادلة من هون اخذنا V minus عامل مشترك شو بتصير V minus هل طبعا اتزيره بس بشكل عام بدي يكون عندك اللي هو اه اه بلس شيك و بكون في و بتحط لها اللي هو عكس ليش لانه زد يقاس من المين للشمال فالانسيدنت ماشي بعكس زد فمنحط لها ايش نحط لها plus جي بيتا زد ماشي بنفس اتجاه زد فمنحط لها يعني المعادلة هاذ اخر معادلة وصلنا لها هاذ المعادلة المعادلة هي هاي حطيتها وايش ما نص جي بيتا زد اللي هو ما نص اثنين جي في صين بيتا زد هذي معروفة يعني معروفة تريغنومتريك ادنتي الكارنت اذا بدك تحسب الكارنت بدك في الحال هاذ ال الويف اللي راجع تحط الويف راجع اللي هي هاي هاي فبدك تحط تعكس الصين بدك هين قد بصير بستف عندك الصين هذي صار بستف لانه قلنا الويف تقسيم زد بعطيك الويف الماشي بنفس الاتجاه الويف المنعكسة بكون تقسيم زد بالمانس صين فعشان هيك المانس شو صارت صارت عند بلس تقسيم زد وقسيم زد وعكسنا الويف بس واحدة منهم طبعا الان البي ماينس زمه طبعا طبعا نقلناها الهون كما هي هاي البي ماينس كما هي زمه وزد نوت ايضا كما هي الان جي بيتا زد بلس اكسبونيشل مارد جي بيتا زد وساوه اثنين كوسين معروف هذا ايدنتيتي برضو يساوي اثنين كوسين بيتا زد اذا لاحظوا على الويبز الاولى والثاني لاحظ هذي وبولتج وهذه التوتل كرينت لو بدك تحوله لتايم دومين بدك تضرب اكسبونيشل جي اوميجا تي فهذه بتخش هون هذي بتطلع لبرة بتظلها بصير في عندك يعني كوسين اوميجا تي ساين بيتا زد يعني التايم والبوزيشن مش ميكس مع بعض مش اوميجا تي منص بيتا زد لا صارت اوميجا تي في ساين او بيتا زد في ساين واميجا تي في كوسين منفصلات بسمها standing wave اوكي يعني بتظلها الويف ما فيش حركة بتظلها مكانها ولكن الامبليتود بطلع وينزل في نفس المكان فبسمها عشان standing يعني واقفة غير متحركة يعني والكوسين نفس الكلام لما تضرب اكسبونانشل جي اوميجا تي بداك تحوّق تأخذ الريال بارد بصير كوسين بيتا زد كوسين اوميجا تي فاي المنفصلات مش ميجز مش داخل مش يعني منصهرة او منسجمة او جاي في نفس التير مع البيتا زد والميجا تي مش مع بعض يعني فهم منفصلين فالكوسين بطلعوا بنزل الامبليتود ادي سين بوشين and there is no motion there is no propagation the wave is not propagating standing wave انت بدك تكون standing تظلها مكانها عشان تظليش تسخن الأكل تظلها الويف مكانها. والاكل يمتص او الانيرجي منها. ما بدك تتحرك. اذا راحت خلص. يعني ممكن اذا راحت بيجي غيرها. صحيح بس يعني بصير في عندك اقوى. افضل. تحصرها يعني. هون هاته الملاحظة كاته. يعني هون لاحظ هاللي عندك الساين بهت زيت نصفر فقط عندي زيت نصفر اللي هو عند اللود. الوالتج يصفر عند اللود. لا مش بس عند اللود. عند اللود وعند كل مسافة اللي هي كل ما تمشي درجة صفر ما هي هيك ال الساين رسمة الساين هيك صح? اي رسمة الساين اوكي? هذي زيرو هذي زد ايقوى صفر هاتزد ايقوى زيرو وهذا كمدة تكون lambda over 2 هون برضو صفر وهون lambda هون واحد ونصف lambda إذن مضاعفات lambda over 2 بدي يكون عندها برضو ال-impedance صفر هاي هون موجودة وهذا الكلام نفس الكلام ال-voltage is maximum at points for which beta z تساوي m pi over 2 ال-voltage هون إيه أنت بكون ماكسام ما تكون beta z pi over 2 أو مضاعفاتها يعني current is maximum at the short circuit بطبعاً لن short circuit بيكون current maximum وفيه points ثاني كمان بيكون عندها short maximum الآن لو قسمت ال-voltage maximum voltage amplitude تقسيم amplitude ده ال-current بأعطيك الزيت نوت طلع من هون معادلات هاي المعادلتين ساعد ال- amplitude هون شو بساوي اثنين v-note بتروح المانس وبتروح عندك الجيل أنا magnitude بدك ال- amplitude اثنين v- يعني انسى المانس مش مشكلية وال- amplitude هون شو بساوي اثنين v- تقسيم z-note طب اقسم اثنين v- اوكي تقسيم اثنين v- على z-note بتروح اثنين v- مع اثنين v- شو وال- v-note z-note بدن ما ينفع المقاب بصير في البس لأنك قسمت اللي هون تقسيم اللي هون فبعطيك z-note إذن the amplitude of the volt the maximum value of the voltage تقسيم maximum value of the current بعطيك z-note characteristic impedance the total energy in any length of line in lambda over 4 long is constant nearly interchanging between energy and the electric field of the voltages and the magnetic field of the currents الآن slotted line ما بقدرش أشرحه الآن حتى أشرح smith chart ونرجع له بعد ما نشرح smith chart slotted line لأنه يعني بعتمد كله على smith chart سيكون ها سري smith chart هاي هذا smith chart هاي كذا chapter أو هذا الفايل انتهى هاي معطيكم مثال وحال ومعطيكم كل شيء في حد عنده أي استفسار ما في استفسارات إذن آآ إننا ربع الساعة بكفيها لقد فيديو آآ نأخذ استراحة الآن فايل من السو بنرجع بنعطيه عشان نبلش في smith chart كي إذن نأخذ استراحة sub recording